ترجمة نانسي قنقر وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساس على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة من 2% إلى 2.25% كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع ليلة الواحدة إلى 2% وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد إلى 3% هذا وقد قام مصرف البحرين المركزي كذلك بتغيير سعر الفائدة الذي يفرده المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض إلى 4% أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن ميثاق حوكمة الشركات الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على الشركات المساهمة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل باستثناء الشركات المرخص لها من مصرف البحرين المركزي سيعمل على تحسين الممارسات المحلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والذي سينعكس إيجابا على جودة عمليات إدارة الشركات والمساهمة في بناء مؤسسات تجارية تعمل وفقا لمتطلبات مهنية وضوابط قانونية وأوضحت الوزارة أن الشركات المعنية بالميثاق مطالبة بالاستعداد بتوفير كافة المتطلبات بحيث تستكمل هذه الإجراءات قبل حلول التاريخ المذكور قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدلات اتفاقية إعادة الشراء إلى 250 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس من 175 نقطة إلى 200 نقطة أساس إلى ذلك قال مصرف الكويت المركزي إنه أبقى على سعر الخصم بدون تغيير عند 3% بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وجاء الإعلان بعد دقائق من قرار البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة وتوقعه زيادتين أخرين للفائدة خلال العام الجري من جهته رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر فائدة إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار اشتركوا في القناة